الوزير البريطاني المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد أليستار بورت يؤكد أمس الخميس بالرباط أن المملكة المتحدة تدعم المسلسل الأممي لتسوية قضية الصحراء وتعتبر أن المساعي المغربية لحل نزاع جدية ونوه الوزير البريطاني خلال ندوة صحفية بالمناسبة زيارته للمملكة بالجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لنزاع الصحراء ومن جهة أخرى أكد المسؤول البريطاني أن زيارته للمغرب تهدف إلى توطيد الروابط بين البلدين في عدة مجالات وخصوصا مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن مؤكدا تطبق وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا كانت للقاءات هامة مع مجموعة من المسؤولين والوزراء المغاربة تناقشنا حول مجموعة من القضايا الظاهنية منها التحديات الإقليمية المطروحة على بلدين وكذا علاقاتنا الثنائية وسبول تعزيز وتطوير هذه العلاقات وخاصة القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك كالملف الأمنية الذي ما فتأ يطرح العديد من التحديات الوزير البريطاني يوجد حاليا بالمغرب في إطار زيارة عمل تستغرق يومين بهدف تعزيز التعاون والعلاقات بين المملكتين ترجمة نانسي قنقر